بسم الله الرحمن الرحيم يا سيد والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر أباؤهم فهم غافلون لقد حق الحول على التريفهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فيهلا بقال فهم مقمحون واجعلنا من بين أيديهم سسد ومن خلفهم سسد فأخشيناهم فهم لا يبصرون وسماعا عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وغشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وهجر كريم إنا نحن نحي الموتى ونحب ما قدم واثارهم وكل شيء أحصيناه فيما من مبين ودرب له مثلا أسحاب القرية إذ جاءنا المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهم فعززنا البثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لم نرسلون فما علينا إلا البلاء المبين قالوا إنا تطيرنا بهم لإن لم تغدوا لنهجبنه لإن سنكم منها عذاب نديم قالوا طويركم معكم إذا يكرتم بلاغتم قوم مصرفون وجاء من قصص مدينة الرجل يسعى قال يا قوم اتبع المرسلين اتبعوا من لا يسألوا مجرى وهم مبتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتأخذ من هدوني آية للرد رحمن بدل لنغن عني شفعتم شيئا ولا يوقظون إني دل في ضلال مبين إني آمت بربكم فاسمعون خلال خلال جنة قال يا ليت قومي يعلمون مما وفر لربي وجعلني من المكرمين وما زل على قومي من بعده بوجود من السماي وما كنا منزلين إذ كانت إلا سيعة راقدة فإذا هم خامدون يا عشرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستنسعون ألم يروا كما قلقنا قبلهم من القرون أنهم لهم لا يرجعون وإن كل لما جمعوا لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحينا وخرجنا منها حبا فمنه يأكلون فاجعلنا فيها جننات من نخير وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمري ومعملت ويدهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج لها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون فآية لهم الليل نسلق منه النهار وفيدهم مظلمون والشمس تجري لمستقر لنا ذلك تقدير عزيز العليم ولقمر قدرناه منازل حتى عدد الأرجون القديم لا شمس ينبغي لها وتدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل روفي فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذرية في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يرقعون وإن شاء نغرقوا فلا سلق لهم ولهم ينخذون إلا رحمة منا ومتاعا لعين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما قلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات رب من الله وإذا قيل لهم وفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا وندعم من لو يشاء الله ودعمه إن أنكم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إذا أنتم صادقين ما ينظرون إلا سيعة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستفعون ترسلهم ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينصدون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما هو عد الرحمن وصدق المرسلون لإذ كانت إلا سيعة واحدة الفيدهم جميعوا لدينا مقدرون فاليوم لا دولهم نصروا شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن صعب الجدنة اليوم في شغل فاكرون هم وأزواج في ضلال على الآرائك متكهون لو في فاكركم ولولما يدعون سلاما قولا لرب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعرض ليكم يا بدينا وأن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين فنعبدوني لذا سراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تعدون إسدوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أخواههم وتفلمنا أيديهم وتشهر أرجلهم بما كانوا يقصفون ولو ما شاء ونصفنا على الأعين فسبق صراط فأنا يبسرون ولو ما شاء ونصفناهم على مكانة فما ستعمدون ولا يدعون ومن يعمر ينكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعر ما ينبغي له إنه إلا ذكره هو قرآن مبين ليدر من كان حي ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لون مما عملت أيدينا نعما فهم لها مادئون وذللنا لون فمنها رقب ومنها يأكلون ولو فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون فاتقضوا من دون الله لتلعلم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لوجود مهدرون فلا يحزن فقولون إنا نعلم ما يصرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أننا خلقناه من نطفة الفيد وقسيم مبين ودرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من في العرام ويرمين قل يحقين الذي أوشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من شجر أخضر نارا فإذا تمنوا توقلون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادرين على أن يحق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما مروا إذا وعد شيئا أن يقول لكم فيقون فسبحان الذي بيديه ملقوذ كل شيء وإليه ترجعون